يوم سلامة المريض هو يوم يحتفل به العالم من أجل الحفاظ على سلامة المريض سلامة المريض تعتبر من أولويات العمل في وزارة الصحة والفريق الذي يعمل في وزارة الصحة برئاسة معالي وزير الصحة دكتور على الدين علوان سلامة المريض كلمة تحمل معاني كثيرة سلامة المريض تبدأ من لحظة دخول المريض إلى المستشفى وعطائه العلاج وإجراء التداخلات الجراحية وما بعدها استلام الأدوية التي تساعدهم كوزارة الصحة نحن عدنا عدة أقسام في عدة دوائر مسؤولة بشكل يومي واجبها أن تتابع موضوع سلامة المريض والأخطاء الطبية من ضمنها قسم المسؤولية الطبية قسم اليقظة الدوائية وأيضا الشعب العلاجية في دائرة الأمور الفنية الخطأ الطبي إذا حدث نحن نعترف بحدوثه ونتعامل معه بالقنوات القانونية لكن أولا يجب أن نثبت أنه خطأ طبي والإثبات يكون من جهتين من جهة فنية مستقلة طبية عالمة بما حدث ومن جهة قانونية قضائية إحنا اللي دي يصير مع كل أسف أنه البعض يتوهم بحدوث خطأ طبي هذا الموضوع صراحة يهم سياسة وزارة الصحة في الآمن الأخير خاصة تحت رعاية مع الوزير الصحة دكتور علاء العلوان وبدعم من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالموضوع في داخل الوزارة في الدول الدخل القليل والدخل المتواصل تقريبا سنويا مليونين ونصف مريض يتوفون بسبب الأخطاء البسيطة اللي نقدر نتجنبها